مجبه رعاية نوفل توتل هوم كونسيبت بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا كل عام أنتم بخير تقبل الله صيامكم وقيامكم وصالحات الأعمال الأمس يعني نزام الله خير أخواننا من دول الخليج العربي تصلوا فينا وهنونا بشهر الكريم وتواصلوا إيانا بنسبة اقتراحاتهم مقتراحاتهم الأخوان اللي طلبوا مننا رقم الدولي نفتح الخط بينالهم هذا الرقم نبين ونفس الشيء يعطيهم ألف عافية أخواننا اللي هنا في عمان اللي داما صراحة ما يبخلون علينا بمكالماتهم واقتراحاتهم يعطيهم ألف عافية نقول لهم برنامجكم هذا وإحنا نلبي لكم طلباتكم أمس عملنا المندي اليوم رح نعمل موزة تابعونا ومشاهدين عاستعرفوا شنو هي موزة الحين رح أبدأ طبعا بالعصير أعمل العصير عصيرنا اليوم عبارة عن الرمان مع الكيوي خلونا نبدأ بالعصير بسم الله هذا عصيرنا لليوم عبارة عن كيوي مع الرمان مثل ما أنتوا شايفين هذا اللون عملية جدا بسيطة صحتين معافية الحين رح أبدأ أعمل الموزة الموزة احنا سميناها موزة هي موزات عبارة عن إيش عن لحم لحم الضان مثل ما أنتوا شايفين مشاهدينا خلينا تكلم شوي عن الموزات يقولون لك والله لما نروح إلى السواق بنلاقي الموزات غالية شوي أو اللحم العجل الطازج غالي لسبب طبعا ما تقدر تأخذ أي خروفة وغنم وتقصها تقطعها مثلا تقول أو كده بتطلع مننا موزة عساس أن نعمل للأكلة المعينة لا طبعا هذه طريقة تربية هالمواشي عساس أنحنا نطلع موزة مثل هذه نطلع موزة مثل هذه تكون شوي دسمة ونوعية اللحم جيدة هاي طريقة تربيتها يعني بتأخذ يعني مجهود يعني طريقة يعني الأكل قاعدين يأكلونها مو أي كلام تعال على فما أدري شو وأكل وطلع اللحم اللي أنت تريد ولا عساس شديدين مشاهدينا فيه فرق ما بين لحم ورحم لحم ورحم لحم ورحم ففي الأسواق فيه كذا نوع من اللحوم طبعا بيجينا من برة وفيه مننا من عمان هنا أتمنى أنه اللي يربوا المواشي يستفيدون من أخواننا اللي برة عساس أنه نحن نحن نحبين أنه لحومنا تكون على هذا المستوى طبعا طريقتها جدا سهلة أنا طبعا قسمتها إلى نصين حاولت أن أشيل منها العظم بهذه الطريقة العظم موجودة بس أنه خليه عساس أنه تقدر تستوي الحين راح أتبلها تتبيلة جدا بسيطة اللي هي عبارة عن فلفل أنا ليش بديت بموزع أساس أنه خليها في الفرن في مهاية البرنامج تكون جاهزة لأنه تأخذ شوية وقت أذكركم بعدين بالمقادر المشاهدين ها الطريقة نعطيها شوية عشاب نعطيها شوية اللي هي عشاب طبيعية بها الطريقة طبعا زيت زيتون أنا استخدمت هنا زيت زيتون تقدرون مثلا اللي حابب يستخدم ثوم يضيف لها ثوم يعطيها نكهة مثل ما أنتوا شايفين تقدرون مثلا تشوونها تعطوها لون جميل قبل ما تحطونا في الفرن أو أنه تغلفوها بهالطريقة بعد ما تتبلونها تغطوها بورق قصدير أو في الحين في الأسواق شركات شركات هذه الله يزاهم خير صراحة على الأفكار الجديدة اللي قاعدين صراحة يعني يعطونا إياها في أوراق للأوراق مثل الأوراق اللي هي الشفافة هذه اللي هي أوراق الغلف هي بتكون أوراق للفرن مشهورة كثير هذه الأوراق طبعاً بتساعد على استواء ولحم أساس أنه اللحم ما يكون مستوي زيادة عن لزوما أحيانا نحن بنحط أي شيء في الفرن وننساه أنا كان عندي شيف أجنبي مشكلته هو أكله كان ما شاء الله لا يعلى عليه بس مشكلته عيبه شيء واحد أنه لما يحط شيء في الفرن ينساه فكان دائماً يحط شخص يوقف هناك عند الفرن عساس أنه ينتبه على الأكل فالحين راح أحمر اللون راح أحمرها موزة أو موزات راح أعطيها لون جميل بها الطريقة طبعاً اليوم إحنا 12 رمضان 12 رمضان يعني العد التنازلي بدأنا نعد ولا بعد ما أدري أنا صراحة بديت أعد ما أدري الأسواق صارت مليانة الآن زحمة في الشارع زحمة في الأسواق أنا صراحة ما أفصل شاديش للحين منتظر شوي أخاف يعني أخاف أروح السوق وما أرجع ما أعتقد راح أحصل الشيء كل عام أنتوا بخير ألو مرحبا مرحبا ألو مرحبا مرحبا يا هلاء من معنا مرحبا مرحبا ونعم أغت سارة كل عام أنتوا بخير ونتوا بخير من وين تكلمينها من وين تكلمينها صراحة برنامج كبتك رائع جدا رائع الله يسلمك يا رب من دوقت فضلي حبيت أستكتر عن حلاوة نهار رضي إذا لم أحبت أعملها بالحليب المركز كيف أعملها بالحليب إيش حليب المركز في نصف السكر كتير نعم وأنا أريد أغير سويها بحليب سويها بحليب المراعي الباكيتات يعني نعطي دعايا وحقها ليها سكر أضيفي لها شوية سكر شوفي طال عمرتش يعني ها بالنسبة الحليب والسكر حسب الرغبة يعني مثلا إذا حبينا السكر اللي إحنا نريدها الكمية اللي إحنا نريدها مو شرط إنه مثلا لتر من الحليب يعني لازم يكون مثلا 200-200 جرام أو 250 أو 300 جرام هو إحنا كم نريد نسبة السكر في الحليب على حسب ذوقنا إحنا لما أنت بتحط السكر أنت الذوقي هي صح رح تاخذ معاك شوية وقت حليب المراعي بس إنه يعني هذا أحسن من هذا الحليب المكثف هذا أي سؤال ثاني نعم شكرا يعطيك العافية كل عام أنت بخير الحين مشاهدين رح دخل دخل موزة في الفرن خليها خليها تستوي على مهلها بعد كذا رح نعمل الصلطة بس بعد فاصل قصير وراجعين مشاهدين هذا البرنامج برعاية نوفل توتل هوم كونسيبت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر فلننطلق فلنلتقط صورا له نتخيل الأشياء كيف سترسمه بخيالنا وعلومنا سنعصر الإبداع بالحس الرفيد لنلزم ونطير فوق صحابة المتميزين الطريق إلى الفوز تمر بي معلومات عامة حظ تغطيط العقرب طيلة شهر رمضان المبارك على شاشة تلفزيون سلطنة عمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مشاكيك طبعا مشاكيك هذه احنا خليناها من العيد الماضي يبسناها خليناها البراد الحين طلعناها اساسا نحن نقدمها مع الصلطة هذه نشوف المقادير مشاهدينا ونرجع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى 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 شاهدين اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة مثل المخللات يعني نوع من انواع المخللات احنا مكدوس احنا طبعا نخليها نزينها كذا بهالطريقة نخليها في الصحن موسيقى 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 هناك والحين راح يبدأ بخلط السلطة مكونات كلها هنا هني اللي هي الخيار حطينا الخيار بعدين الفلفل البارد ألوان هنا هنا الكيوي وعندنا ونخلي البصل الأخضر هذا آخر شي بهذه الطريقة نشوف المشاكيك هنا هي مجرد تسخين يعني شي بسيط نضيف إلى السلطة نضيف إلى شوية عصير ليمون زيت زيتون شوية فلفل وما ننسى الملح ألو مرحبا ألو مرحبا ألو مرحبا السلام عليكم وعلكم السلام ورحمة هياكم الله الحمد لله الله يسلمك من معنا معك أم الحسن أم الحسن كيف حالك الحمد لله من وين تكلمينا من مصقط من مصقط هياكم الله تفضلي أم الحسن شيف أولا بأشكرك على الإجابات هذا الطيبة اللي جاء تتعملها كل يوم الله يسلمك عندي ملاحظة بسيطة تفضلي الطاولة هذة اللي عليها البهارات هي حاجز الرؤية يعني عن المشاهد عفوا خيارات لو تشيلوها وبالذات الكاس الطويل هذا اللي فيه البهارات بعد عفوا عفوا ما سمعتك بوضوح الطاولة هذة الطويلة المقابل الطاولة اللي ينتجع تطبخ عليها أيوة الطاولة اللي عليها البهارات أيوة هذه الطاولة حاجز الرؤية يعني ما معطي الرؤية الصحيحة للمشاهد يعني وين مثلا هني يعني ما قاعدة تشوفين لما أطبخ لا أنا قصدي أن الواحد المرأة الحين الحرمة تبت تابع الطبخ مباشرة قريب منك أنت يعني وانت تطبخ احنا قاعدين نصور طال عمرك وإحنا لما نطبخ هنا يعني ايه بس الكاميرا ما تيجي في المكان الصحيح يعني وبالذات لأن الطاولة ما أخذها بعد بالطود فهذا الطاولة يا ريت لو تنحطها على الكورنر مثلا وتنعرض هذه كمعروضات أعتقد مش أساسية نحترم رايش طال عمرك شكلت أنت أنت صمم الديكور مبين عليك أنا مصمم الديكور والشيء الآخر أنا من الطبخة ماهرة مثل ما تقول ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك أحب تابع الأكلات الجديدة اللي أنت قاعد تعملها يعني الله يسلمك إحنا نحترم رايش طال عمرك نحترم رايش إحنا نحترم رايش طال عمرك بس إحنا أعتقد قاعدين يعني نغطي كل شيء يعني وإن شاء الله نعم الكاسة طويل شايف الكاسة طويل هذا الجديدة الظهرات أيوة هذه حاجة على الطبخة على الطبخة بالذات هذه يعني نعم مكانها ماو صحيح اللي عليها البيض مثلا هاي الطاولة هاي الطاولة ايه الكاسة اللي حين حاطين اليوم فيها حبات بيض اي نعم الكاسة هاي يعني هذه يعني كيف نشيلها هاي يعني الكاسة قصدج ايه كثير حاجة الطبخة لأنك أنت تطبخ يعني المفروض أن الكاميرا تيجي مباشرة في هذا الرقم إن شاء الله طال عمرك إحنا مشاكرين صراحة اقتراحك وإن شاء الله بس في عندنا كاميرا جاي من فوق وهي قاعدة يعني أنا قاعدة أطبخيني طال عمرك والكاميرا في فوق شايفة هني يعطيك العافية أم الحسن وشكرا على اقتراحك تفضلي تفضلي عمس الوجبة اللي سويتها وجبة المندي نعم هذا مش وجبة مندي أوكي هذه يسموها المطفاي أو يسموها تحت الجدر أيوة أو يسموها المطفق نعم أو أنه يسموها اللدسن يا طويلة العمر يعني أنت تابعت الحلقة تابعت خطوة بخطوة صح؟ نعم أتاب الكامل معلش ممكن أتكلم لو سمحتي المندي المندي مش كذا لو سمحتي لو سمحتي يعني أنت تابعت البرنامج خطوة بخطوة صح؟ الكلام كل اللي قلته تابعتها خطوة بخطوة نعم أنا إش قلت؟ قلت هاي طريقتي في المندي هاي طريقتي في المندي ماشي؟ ماشي احنا في أكلات ما تحرف أفوا أفوا أقول لك في أكلات ما تحرف تقدم مثل ما هي أحترم رايج أحترم رايج بس هالأكلات اللي ما تحرف هاي كنا في السبعينات الحين احنا في الفين وأعتقده أربعة عشر لا بس هذه تعتبر كوجبات تقليدية ماخوذة من دولة شقيقة اليمن ومعروف طريقة الطبخ المندي كيف نعم نعم هذه الوجبات التقليدية تظل تقليدية نعم وتقدم للمشاهد مثل ما هي هاي كم ملاحظة هاي ملاحظة شكرا على الملاحظة أم الحسن احنا عندنا القابول في عمان كم نوع كم نوع قابول عندنا في عمان وطريقة اي بس المندي لو تسأل حج من اليمن كيف طريقة المندي ما فيها على شكل طبقات المندي حتى ما فيها يا طولة العمر أنا تكلمت أمس قلت أن هذه الطريقة طريقتي ونقدر احنا نقلبها مثل ما أنتو تريدوا بس هذه الطريقة طبقات هاي طريقتي أنا صح؟ صيبة خويلة يعطيتي العافية شكرا على الاتصال وشكرا على الملاحظة شكرا أن أم الحسن الحين مشاهدين رح نطلع فاصل قصير وراجعين للشربة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة البيلسان هو شغف عماني رأى النور بكل إصرار وعزيمة ليأسركم بمذاقه الرائع قدموها لأحبائكم ودعوها تعبر عليكم البيلسان كل خطعة تحمل رسالة بدعم من الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جبنة أبو الولد ما أروع طعم الشجاعة غنية بطعم القشط الشهية مربعات جبنة أبو الولد الجديدة تذوقوها الآن تجدنا في الماسمول تواصل معنا بدعم من الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كن أحد الرابحين لسيارة كرايزلر 200لx يمكنك الربح من خلال شراء تذكرة حضور البرنامج للدخول في فرصة الربح كل يومين أو إرسال رمزة على الأرقام المبينة على الشاشة لربح سيارة كل أسبوع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عن شربة الدجاج بالكريمة مع جنين القمح نشوف المقادمة مشاهدينا ونرجع بعد ما شفتم المقادير على الشاشة سأبدأ تقطيع صدور الدجاج بهالطريقة طبعا هني أنا حاطت في الجدر حاطت مرق شوية من مرق الدجاج فالحين رح أضيف شوية بصل بهالطريقة وبعدين أضيف قلنا نخطع هذون بعد حين رح أضيف لها شوية مرق الخضار أو مرق الدجاج حسب الرغبة وبهالطريقة لنطبخون مع بعض نضيف لها شوية ملح بها الطريقة طبعا الشوربة ما رح تاخذ وقت مدة عشر دقائق هالشوربة ما بين عشر دقائق ل اتناشر دقيقة والشوربة رح تكون جاهزة بها الطريقة نقدر نضيف لها شوية منكهات حابين نضيف لها شوية كزبرة أو عشاب برية ومشكلة تعطيها نكهة جدا جميلة أغفلها شوية آآ عنا هنا شوية زاتر بري ألو مرحبا ألو سعليكم وعليكم السلام ورحمة آآ من معانا عفوا؟ ممكن موصفة عيش القابولي من معانا عفوا؟ آآ مازن مازن هياكم الله مازن تفضلي مازن مازن آآ أيوة تفضلي ممكن موصفة عيش القابولي وصفة عيش القابولي خلاص إن شاء الله رح نسوي عيش القابولي في هالو سبوع إن شاء الله عزا تشوفونها تعبعنا مازن إن شاء الله كم عمرك مازن؟ أنا 13 ما شاء الله عليك وتطبخ مازن؟ لا شوية شوية؟ أيوة يعني بس تحب تأكل يعني تدوع في القابولي وهالسوالف يعني؟ أيوة بس أريد يعني تعلم أنت تتعلم ولا الوالدة أنت تكتب مقادير وتعطيها للوالدة هي اللي تطبخ أيوة طيب إن شاء الله تابعنا أخوي مازن وإن شاء الله هالو سبوع رح نعمل القابولي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله شكراً شكراً إحنا عملنا قابولي مشاهدينا بس عشان ما أزن نتصل رح نعمل قابولي واحد ثاني حاضرين بس المرة هاي رح نعمل قابولي بإيش؟ قابولي سمك شرايكم قابولي سمك؟ آه طيب مثل ما أنتوا شايفين من مشاهدينا آه الحين الشوربة بدت تستوي عندنا الدجاج تقريباً صار له الحين نقول خمسين في المية يستوي بها الطريقة وبعدين آه طيب نخلي الشوربة هني آه تستوي وإحنا نروح عشان الوقت بس نروح نكمل السلطة يمكن الوقت إذا أهمنا في نهاية البرنامج وما نقدر إن إحنا آه أحين طبعاً مثل ما شفتو إحنا صفينا الخضروات هذي في النص والحين بضيف بصل أخضر نعمل نفس حركة أمس والحين الرمان وعندنا الطماطم الوان طبعاً عندنا مثل ما قلنا هي المشكاك بها الطريقة وصحتين وعافية ألو مرحبا ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة تعرف عليك أم عمار أم عمار حياتي الله أول شيء مبارك عليك ما تبقر بالشهر شيف علينا وعليتش يا رب وثاني شيء أشكرك على اللقبخ اللي نسك جد مالناك اليوم شكراً والله يعافيك العافية والله يعافيك وصراحة يعني أبارد لأن صراحة اللقبخ اللي اتصلت قبل أول شيء جيكوروكي ثاني شيء يعني الرؤية واضحة ثالث شيء يعني الأطبخ اللي انت قاعد تسويه يعني ما تقليد هذه انت تسوي نفس يعني يمكن بش بلمساتك انت بس نحن حاولين هالأطبخ اللي انت تسويها والله يعافيك العافية الله يعافيك يا رب وإن شاء الله أم عمار إن شاء الله وإياكم دوم للأمام أم عمار أنا أحترم يعني وجهة نظريتش ورائتش واحترم نفس الشيء أم الحسن وجهة نظرها وصراحة يعني أبي أقول وأشكركم يعني كلكم على المتابعة يعني صراحة أنا اللي قاعد أقول وقاعد أقدمه هذا الشيء مختلف مثل ما أنت تفضلتي مختلف عن المطابخ أنا قاعد أقول أنه هذا ما طبخنا نحن كنا عارفين المندل يعني أنا عارفين في شيء جديد بس يعني كل واحد وطريقته صحيح في شغلة الحين من تقريبا من 1999 1999 يعني هذا الشيء غزاء المطابخ والمطاعم في شيء يسمه فيوجن اللي هو الطبق اللي ما له جنسية ما له اسم ما له هوية اللي هو الفيوجن بيخلطون ما بين اليمني بالعماني الإيطالي إحنا فتحنا مطعم في سنة 2009 في القرم وكان ما أكلات عمانية مطورة معاي أكلات عمانية مطورة عساس نواكب العصر حلو شوف نحن نشوف قنوات مثل البحرين يعملون أطباق بدلا إيطالية بس بلمسات إماراتية مثلا نعم صحيح نازم في موجود هالشيء وإنت قاعد تعمل أطباق بلمسات عمانية بلمسات ما بشارط أنك تتوي نفس الشيء نفس المنج اليمني والله نفس المويش البحرين والله الكويتي ما بشارة الواحد المسات صحيح طال عمرج ويعطيك ألف عافية وشكرا نحن نحترم كل الآراء وهذا وجهة نظر ونحن نتقبلها بصدر رحب وهذا برنامجكم دائما نقول برنامجكم نعمة دائما كل عام وانت بخير شكرا بدت حبيت أسئلك عن طريقة عمل معه عندك سؤال طال عمرج من وين تكلمين حياكم والله جيراننا الله يفك العافية بالبرقة تعمل ما هو ما عليك يا مر عافوا ايش عافوا الماهو بغيتي الماهو إن شاء الله الحلويات هذه إن شاء الله إحنا راح نسويها يعني عشر الأواخر إن شاء الله ياريت تتابعينا ومعمار إن شاء الله وفالكم طيب يأتيكم العافية شكرا شكرا في أمان شاهدين الحين راح أعمل راح أضيف الشوربة راح أضيف الكريمة في متصلة سألتني على نوع الكريمة شو نوعها وش دي أسبوع الماضي أعتقد أسبوع الماضي نعم فأتمنى أن هي تكون حصلة الكريمة في نوعين المشاهدين من الكريمة في كريمة الطبخ وفي كريمة الحلويات متوفرة في كل أسواق هالطريقة مش هايدي نخليها شوي تغلي يوريدي يعني خلاص هي استوت بس نحن نبيها شوي يعني شوي النكهات كلها تتجاسم أو ايش بيقولوها باللغة تتجانس تتجاسم آه يا عيسى قاعد قاعد اخترع أكلات وقاعد اخترع لغات بعد احنا صراحة نسينا موزة في الفرن خلنا نروح نشوف موزة ايش صار فيها الله الله المور طيبة مشاهدين طبعا الشوربة يعني بعد الفاصل ان شاء الله رح نغرف الشوربة مشاهدين رح نطلع فاصل قصير وراجعين هذا البرنامج برعاية نوفل توتل هوم كونسيبت الطريق الى الفوز تمر بمعلومات عامة حظ تغطيط العقرب طيلة شهر رمضان المبارك على شاشة تلفزيون سلطنة عمان هو قد تجمع حولنا كون جميل يهدي نواد رمشنا كي نفهمه فلننطلق فلنلتقط صورا له نتخيل الأشياء كيف سترسمه اشتركوا في القناة 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 الشربة اشتركوا في القناة وراح اضيفلها شوية طبعا المرافق للشربة هاي الخبز عندنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نشوف المقادر المشاهدينة ونرجع اشتركوا في القناة شاهدين بعد ما شفتوا المقادير على الشاشة الحين راح ابدأ اعمل هي خطوتين بسيطة جدا اللي هي الرتاتولي عبارة عن خضروات مشكلة عبارة عن اللي هي بذنجان وعندنا بسموها زوتيني اللي هي الكوسة لها كذا كذا مسمى الكوسة بسموها زوتيني او بسموها كوجيت يعني بالكوجيت بالفرنسي او بسموها اللي هي بابي مارو بالانجليزي طبعا احنا راحين طبعا هنين نحمر اللي هي الكوسة بها الطريقة بنضيف احنا قلنا اعتقد في الحلقات الماضية عن طريقة غسل البذنجان احنا قطعنا البذنجان بها الطريقة من كعبات صغيرة من كعبات صغيرة وبعدين ضفنا لها ملح بشينا لها ملح تركناها تقريبا لمدة عشر دقائق فبعد كذا ليش الملح اساس انه هي تفرز طبعا عندها شوائب هي البذنجان فبتفرزها تعطينا يعني سواج يعني بتعرق هي فاحنا بنغسلها بعدما نغسلها بنطبخها اساس لما نغسلها بالملح هي الحموضة اللي فيها بالطل هذه الطريقة حضيف اللي هو الفلفل يمنح بها الطريقة حضيف من يوجد حضيف طلع تقريبه نعطيها شوية عشاب ريحان على على الزعتر ريحان على الزعتر الهبرقة موسيقى الآن سأضيف الثوم والبصر الآن سأضيف زيت الزيت اللي كان عندنا طبعاً الباذنجان ما قصرت انتصت كل الزيت بها الطريقة الآن سأضيف هذه طبعاً الفلفل الألوان سأضيفها بعدين شوي الآن سأضيف شوية كزبرة أو بقدوني سباح حابين حابين نضيف لها عشاب مثل نحن نضيفها طبعاً عشاب طبيعية سأضيف الآن سأضيف صلصة طماطم صلصة طبيعية 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 أضيف له شوية مرق الخضار أو الدجاج إذا عندكم ومشكلة نقول ألو 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 مرحبا مرحب السبع يا أهلا وسهلا حياك الله كيف عالك شي فايزة الحمد لله يسلمك من معنا معاك أبو مهدي من سحار والنعم أبو مهدي كل عام أنت بخير بس معنا طلب فضل بغينا وقبة المحمر المحمر ها من عنكم من سحار هذي ها لقدت تمسحتها قليل الناس سوها مشاء الله شباه ما مقصرين مبدعين ها 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 انت تعرف تسويها محمد الله ماشالله haha ما شاء الله عليك ها 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 يعني uh تطبخ انت اخوي? نعم. ان شاء الله عليك. ان شاء الله عليك. اكيد يعني. ان زين. انت موظف اخوي? موظف? نعم. ان شاء الله. وترجع البيت عا تتفنن. طلع. اه? طلع غم النهار كله في الاكل. اه? نخترع اكلات. ما شاء الله عليك. طيب طيب اخوي محمد. نشوف يعني طبخ المحمد. ان شاء الله ان شاء الله طالعا. مع السمك المشوي. ان شاء الله حاضرين حاضرين. شهيتني بالسمك. وانت اهل بحر. يوم الثلاثة احسن. يوم الثلاثة? الثلاثة هذه? يعني كل عام انت بخير. ايه. يعني يوم النهضة المباركة. طيب اخوي محمد. اخوي محمد. اخوي محمد. اخوي مولانا حضروه الصاحب قلالة. ايوه. فضل كمل. ايش كلي بغينا محمد على منشوي السمك مع شربة القرع وكدي العمانية. شربة القرع. اه العمانية. شربة ايش? اه شربة مع القرع. الحليب والسكر. شربة القرع. لا ما هذا الثانية. الثانية? ما هذي? العمانية. العمانية? هذا يقطين. اه يقطين هذي. ايه. قرع العماني. انت باغي شربة القرع. ايه. اه. ان شاء الله ان شاء الله اخوي. ان شاء الله. اه انتو هناك في عندكم سحار? في سحار قليل. اه الشياب نجلوها بات. الشياب والشباب? الشباب ما حد يعرفها. بيض طماطي عرفوا بات. مشكور اخوي محمد مشكور. بعد ما يضبطو. وما يضبطو بعد. شكشوكة. ايه. ان شاء الله اخوي ان شاء الله. حاضرين حاضرين شاكر اتصالك. مشكور كل عام انت بخير. احسن بارك الله فيك. الحين مشاهدينا طبعا صارت عنا راتاتوليس صارت جاهزة. متى ما انتو شايفين. الوان جميلة صراحة. احسن بخير. احسن بخير. احسن بخير. الآن سأغرف راتاتولي نضيف موزة نضيف موزة نضيف موزة نضيف موزة نضيف موزة نضيف موزة نزيينها بهالطريقة صحتين وعافية شاهدين طبعاً أتمنى تكون الحلقة عجبتكم اليوم قدمنا طبعاً عصير الرمان مع الكيوي وقدمنا معها الصلطة صلطة المكدوس مع الخضار والكيوي معها مشاكيك العيد هذه طبعاً الشربة شربت اليوم كانت شربة الدجاج مع جنين القمح ووجبتنا الرئيسية كانت موزات مع الراتاتولي أتمنى تكون الحلقة عجبتكم مشاهدينا واستفدتوا منها ويعطيكم ألف عافية ونلتقي فيكم بكرة إن شاء الله مع حلقة جديدة تابعونا ومع السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر